ولاية أولاد جلال حيث سلالة كبش أولاد جلال وبهدف تنظيم شعبة تربية البواشي والقضاء على ما تشهده من مشاكل تخص الأرقام الحقيقية وما ينجر عنها في توزيع الأعلاف تجري عملية الإحصاء لرؤوس الماشية التي وصل عددها 217 ألف رأس في انتظار الإحصاء التكميلي هو الإحصاء عنده بعد وطني وعد تنظيمي ولاية أولاد جلال كان لها دور فيها الإحصاء على غيرها باقي الولايات بالنسبة للإحصاء الثروة الحيوانية بلغ عدد رؤوس الماشية بالنسبة لسنة الفاريطة أكثر من 217 ألف رأس بمختلف أصنافها بالنسبة لهذه السنة رأنا في إعداد إحصاء تكميلي بهدف ضبط القوائم لنصفه القوائم من الدخلاء هذا توقف الفترة هذه بسبب الحمى القلعية دخلاء وطفيليين في الشعبة جعلوا متوفر الأعلاف بالأسواق وغيابها في مراكز التوزيع اللي فاته هو حابس الشعير وهو موجود على هم يمدوه الناش رأس العام مزال على هم يمدوه الناش إن هذا التعقاب ولفنا به عقبوه علينا عقبونا في الوقت حتى نرح ثروة الحيوانية وعاد شباب هامل أدنى الإحصاء داري الإحصاء عم الأول داري الإحصاء وكلش وخارجين في القائمة في البسباس ونحن نشر من الصوق في النقالة بربع مية وربعين الحمراء تعالى كابس فهل سيوفر الإحصاء حماية للمولين ومن ثم الحفاظ على سلالة كبش أولد جلال ترجمة نانسي قنقر